اشتركوا في القناة وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخر رواسلنا معاذ بن جبل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريرة في الصحيحين يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين التخلي في طريق الناس وفي ظلهم ده حديث ابو هريرة رجل الله عنه ارضا حديث سيدنا معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل حديث صحيح هو في صحيح الترغيب وهو عند الامام ابي داود طيب نشوف كده بقى الحديثين دول سيدنا ابو هريرة تكلم عن شيئين يجلبوا لصاحبهما اللعن والعاذ بالله اللعن يعني ايه يعني اترد من رحمة الله يعني لو فعل الانسان هذين الشيئين الناس تلعنه لان فيهم ضرر كبير جدا وسيدنا معاذ اضاف يعني امر ثالث ويخلهم ثلاثة اتقوا الملاعن الثلاث طيب في كل الحديثين كلمة اتقوا يعني تجنبه اجعل بينك وبينك امر اللعن وقاية لا تجلب على نفسك اللعن طيب ليه بقى الاشياء دي تجلب اللعن لصاحبها شوف كده بقى ايه نفكر كده مع بعض نمرة واحد يعني التخلي في طريق الناس وفي ظلهم التخلي يعني هو ايه هو التبرز يعني يعني تقضي الخلاء بتاعك ان انت ممكن ايه مثلا ماشي في طريق اتزنقت صفر خلافه وعايز تخشي مثلا تعمل خلاء لا تتخلى او تقضي حاجتك في طريق الناس او في الظل يعني سواء كان ظل حائط او ظل شجرة او ظل اي حاجة اه الناس ممكن تستظل بهذا المكان فانت لا تتخلى او لا تقضي حاجتك لا تتبرز في هذا المكان لا في الطريق العام الناس بتمشي فيه الناس هتتأذى من الرائحة دي نمرة واحد وحنعرف كمان ان البراز الجرام الواحد من البراز عشرين في المية منه بكتيريا وفيروسات وطفايليات على عزو الله يعني علماء لما جينا حسبنا وعدينا وشوفنا وجدنا ان البراز دوت محمل بعدد من البكتيريا وهذه البكتيريا في منطقة الخطورة منها السلمونيلا منها الشيجيلا بتعملت مشاكل في الجهاز الهضمي وبتنزل مع البراز ومنها الكليبسيليا ومنها السودومونس او اللي بيسموها العصوية الزرقاء الكاذبة السودومونس الجينوزا بيبقى لولنا كده في مزارع البكتيريا لولنا مزرق شوية وفيه عندنا طبعا يعني عدد كبير جدا من البكتيريا موجودة في هذا البراز احنا طبعا لو يعني حبينا بس ان احنا نذكرها عايزين اوقات كثيرة ولكن احنا هنذكر بعضها فيه عندنا فيه عندنا فيه عندنا فيه عندنا الكوليرا الفيبرو بسبب مرض الكوليرا والعياذ بالله فيه مايكروب السل لو كان الانسان عنده سل معوي بينزل هذا المايكروب مع البراز فيه عندنا مايكروب الاستفيلو كوكاي وده بيعمل والعياذ بالله خراريج وده مامل وبيعمل مشاكل ضخمة جدا سواء لو الجلد الانسان لمس هذا المايكروب بايده او ان هو استنشقه فيه المايكروبات السبحية اللي بتعمل التنسولايدس او بتعمل التعاب اللوزيتين كل الحاجات دي بتبقى ايه بتبقى موجودة فيه اليارسينيا اللي هي بتاعة التعاون برضو بتنزل مع البراز كل دي باكتيريا بتبقى موجودة في البراز فيه عندنا برضو عدد كبير جدا من الفيروسات بتنزل مع البراز فيه عندنا الفيروس بسميه الروتا فيروس ده بيعمل اسهال شديد جدا وسهل عند الاطفال وعندنا الكاليسي فيروس برضو بيعمل اسهال ونازلة معوية عند الاطفال وفيه عندنا الادينو فيروس وفيه عندنا الاسترو فيروس وفيه عندنا الاتهاب الكبد الوبائي من النوع ألف لأنه بينزل مع البراز وربنا عافينا وعافيكم دي طبعا فيروسات عديدة جدا بتنزل مع البراز العلماء لما درسوا هذه البكتيريا وهذه الفيروسات وجدوا قد أن البراز بنجد فيه حاجة تالتة بنجد فيه بقى البيود بتاعة التفايليات اللي موجودة في جسم الإنسان مثلا واحد عنده اسكارس واحد عنده انكلستوما واحد عنده ديدان الدبوسية كل ده بينزل مع ايه بينزل مع البراز فلو جي واحد بقى تخلى في طريق الناس أو في ظل الناس أو في الموارد بتاعتهم الموارد اللي هي موارد المياه اللي هي مثلا ممكن تشرب منها البهائي ممكن تشرب منها الإنسان ممكن يتوضع منها الإنسان ممكن يقتصل فيها الإنسان يبقى هذه الموارد اللي هي موارد المياه وكما ذكرت في الحلقة الماضية نتقل الله سبحانه وتعالى في مياه النيل وفي مياه الطرى وفي مياه المساقي ونخف ربنا لأن القاء الكاذورات القاء الحفظات اللي بتحتوى على البراز سواء للأطفال أو سواء للكبار السن ربنا عافينا وعافيكو بيبقى فيها براز محمل بعدد كبير جدا 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 من البكتيريا الضارة التي تؤذي تؤذي الإنسان يبقى هنا هذا الحديث اللي علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن احنا نحافظ على المياه وإن احنا نحافظ على صحة الآخرين بعدم القاء مثل هذه القاذورات اللي هي مثلا الحفظات على الأطفال أو الحفظات على الكبار في المياه وليبقى لأن طبعا العلماء كما قلت لحضراتكم إن لو فيه مثلا 100 جرام من البراز 20 جرام منهم بكتيريا بكتيريا على فيروسات على بيوتو فيليات شوفوا العلماء لما درسوا الحتة دي وجدوا إيه وجدوا إن الجهاز الهضمي البراز بتاع الإنسان اللي بينزل منه الجهاز الهضمي دوت بيحتوي على 100 ألف مليون جرثومة من الشجلة ومن الإيكولاي وبيحتوي على 45 مليون جرثومة من الإيه من السلمونيلا كما إنه بيحتوي على البعض طبعا الناس اللي بيصاب بالدزنتاريا ربنا عافينا عافيكو واللي بيصاب بالكويرة كل دي بتنزل إيه بتنزل فيه البراز ويوجدوا إن 1 جرام أو زي ما قلنا إن عدد البكتيريا أو كمية البكتيريا الموجودة في الجرام الواحد 20% منه بتبقى إيه بتبقى والعاذ بالله بكتيريا طبعا ده بيبين لنا خطورة الأمر وعلينا إن إحنا نتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن إحنا إيه لا نتبرز في المياه أرى كده ولا في ظل الناس ولا في الطريق العام ولا نلقي القذرات بتاع البيوت اللي فيها الحفاظات بتاع الأطفال أو بتاع كبار السن اللي مليئة به البراز وكما قلت على فكرة من الإحصائيات اللي تعاملت في مظامة الصحة قالوا إن أسباب انتشار فيروسات الكاليسي أو فيروسات الروتا أو فيروسات الأسترو اللي بتعمل إيسالان دي الأطفال هو إلقاء الحفاظات والحاجات دي في المياه الراكدة اللي ممكن بعد كده أطفال يشربوا منها ممكن بعد كده أطفال يختسلوا فيها ممكن أطفال بعد كده يعني يلعبوا فيها بتنتقي لهم هذه الأمراض وقالوا إن برضو من باب الاحتياج برضو نقول هذا الكلام إن الأمراض التنفسية انتشرت بصورة عالية جدا بعد ما بدأت الناس تستخدم المناديل الورقية ويرموها في الأرض وحنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن برضو عادة سيئة الناس بممكن يعملوها سبب أمراض وتنشر أمراض خطيرة لكن القاء المناديل الورقية القاء الحفاظات لا يكون في مياه النيل ولا في الطرع ولا في القنوات يعني الروافد اللي بتخرج من هذه الطرع أو المساقية أو حاجات زي كده ونحن نحافظ على مثل هذه المياه نحافظ صحة أنفسنا ونحافظ صحة أبنائنا وأولادنا ونتجنب هذا الفعل السيء اللي بيجلب لصاحبه اللعنة والعياذ بالله كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث التبرز في طريق الناس وفي الظليم وفي موارد المياه أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة